موسيقى أبناء شهداء الواجب اللي كانت عندنا موجودة بالرياض نروح نشوفها الفعالية ونرجع لكم نكمل وياكم أصغر أستار موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى طبعا تشرفنا اليوم بزيارة أبناء شهداء منسوبية وزارة الداخلية طبعا هذا كان شرف المشروع قطار الرياض تشريفهم بزيارتنا عطيناهم فكرة عن المشروع المشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بشقيه القطارات والحافلات وعطيناهم خلال شرح ثقافة النقل العام وحماية ممتلكات النقل العام بعد ذلك اخذناهم الاطلاع على قطار المسار الثالث في مركز المبيت والصيانة الغربي والانطباع الأولي كان جميل منهم إعجاب بالقطار وبالتصميم القطار وبالتفاصيل اللي فيه طبعا كان في شوق منهم من أول الناس اللي يدخلوا القطار كانت هذه من الأشياء الممتعة لهم والله تعلمنا الكثير ومنها حضرنا مشروع القطار وتعرفنا على نواع القطار وخصائصه ومنه أن القطار يمشي من حاله وميزاته كثيرة وكل هذا اللي تعلمناه وإن شاء الله نستفيد منه أعرف أنه لها مسارات ستة الوان ومنه فيه واي فاي وفيه كراشي مريحة وفيه تكييف هواء وبدون ساق رحت الدورة واستفدت من الأداف في القطار وشفت هذا مجلس للمسنين والعوائل والأفراد وهيوس وعددها والوانها وشكالها وعرفت واجد الشواج استفدت أنه شفت عدد أني عرفت عدد القطار عدد القطارات وعدده ورقم السرعة والألوانها والواي فاي داخلها فيها ألوان ثنانة وحاجاتها مرة حلوة جيت المحطة هذه وشفت في المحطة بقيت هذا قطار وشفت منه وصورت كل حاجة صورت لمار رندع الجوري نورة أصايل وش رأيكم في القطار؟ حلو 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 جميل بعد ما شفنا هالتغطية نروح نوياكم الفاصل نرجع بعد الفاصل نكمل وياكم ترجمة نانسي قنقر